بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم هناك قلق عالمي بشأن كورونا منذ أشهر متى تنتهي هذه الجائحة هل ستبقى لأشهر هل ستبقى لسنوات كانت هناك آراء متشائمة كثيرة إلى أن وصلتنا ووصل العالم دراسة معتمدة من جامعة في سنغفورة تبشر بأن جائحة كورونا على وشك الانتهاء في العالم كله في خلال ربما أيام وربما بضعة أشهر كونوا معنا بعض الفاصل لمعرفة متى تنتهي كورونا في بلدك صدرت دراسة متفائلة بتتوقع انتهاء كورونا في ديسمبر القادم في العالم كله هذه الدراسة أعدتها جامعة سنغفورة للتكنولوجيا والتصميم وأعلنت في توقيت انتهاء أزمة جائحة كورونا في العديد من دول العالم والتي أدت حتى الآن لإصابة حوالي ثلاثة مليون إنسان ووفاة حوالي 200 ألف حول العالم وذلك بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية واعتمدت الدراسة التي أعدها مختبر الابتكار المعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي للابتكار التابع للجامعة على دورة حياة الجائحة والبيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول عدد الإصابات ودورة حياة الفيروس وأنماط الحياة في تلك البلدان كما اعتمدت على عينات من دول العالم بعضها عانى كثيرا من تفشي الوباء كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وإيران وبعض الدول العربية وأظهرت نتائج الدراسة أن أزمة جائحة كورونا ستنتهي في معظم دول العالم في ديسمبر القادم وفي الدول العربية المشمولة في الدراسة خلال شهرين مايو ويونيو المقبلين معدى الأردن ولبنان ليه؟ لأن الدراسة قالت أنهما أول دولتين عربيتين انتهت فيهما جائحة كورونا بالفعل يوم 19 و22 من أبريل الجاري وبشأن مصر توقعت الدراسة أن تنتهي الجائحة في يوم 20 مايو المقبل بعد أن تصل إلى ذروة الإصابات خلال أيام والتي توقعت الدراسة أن تقترب من 450 حالة إصابة في اليوم لتبدأ بعدها في الانكسار تدريجيا أما عن السعودية فتوقعت أن تصل لذروتها في أول مايو على أن تنتهي 1 يونيو وفي قطر توقعت 8 يوليو وفي إيران 10 مايو والإمارات 15 مايو وتركيا 15 مايو والسودان 4 مايو والبحرين 3 يونيو والكويت 29 مايو وبخصوص بعض دول العالم توقعت الدراسة أن جائحة كورونا ستنتهي في سنغافورة التي أصدرت الدراسة يوم 13 مايو الجاري وإيطاليا 4 مايو والولايات المتحدة الأمريكية 9 مايو وروسيا 21 مايو وأسبانيا 1 مايو والمملكة المتحدة 13 مايو وألمانيا 30 أبريل وفرنسا 3 مايو وإندونيسيا 3 مايو والفلبين 7 مايو وباكستان 3 يونيو وماليزيا 5 مايو وإستراليا 13 أبريل ويعمل البيروفيسير لهون رئيس فريق البحث أستاذا مشاركا في جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم ومدير مختبر الابتكار القائم على البيانات ومدير برنامج ريادة الأعمال التكنولوجية ويحمل درجة الدكتوراه في النظم الهندسية اللي هي بن قسين إدارة التكنولوجيا ومصار السياسات ودرجة البكريليوس في سياسة التكنولوجيا من معهد ماسي تيوش للتكنولوجيا ودرجة الماجستير والدكتوراه في الهندسة من جمعة تيسي غو هو وكان عضو هيئة تدريس في جامعة نيويورك وباحث زائر في جامعة كولومبيا نشر أكثر من 120 مقالة أكاديمية وأعطى 70 محذثة مدعوة في 50 جامعة حول العالم وحصل على جائزة متميزة في البحث العلمي عام 2018 وفي السياق ذاته كان إبراهيم منصوري وهو أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة القاضي عياض بمراكش في المغرب قد توقع وبناء على تحليلات قام بها أن يصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى درجته القصوى في اليوم الواحد والتسعين من بعد تاريخ 2 مارس 2020 والذي شهد تسجيل أول إصابة بالفيروس في المغرب مما يعني أن المعدل النسبي لتغيير عدد الإصابات سيبدأ في الهبوط المضطرد ابتداء من الأيام الأولى لشهر يونيو إلى أن يقول للصفر عند نهاية الشهر نفسه ونشر الدكتور إبراهيم منصوري تفاصيل تحليلاته ضمن ورقة بحثية نشرها على موقع رسمي تسعى إلى التنبؤ بتاريخ وصول منحنى الإصابات بمرض كوفيد 19 في المغرب إلى الذروة وبداية هبوطه المضطرد نحو الصفر تحت عنوان محاولة لتقدير عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب في اتجاه بلوغ الذروة أواخر مايو وتصفير عدد المصابين بالفيروس عند ما يتم شهر يونيو 2020 هذه الدراسة أثارت العديد من ردود الأفعال المتبينة حيث رحب بها البعض كدليل على إمكانية القضاء على الفيروس القاتل فيما شكك آخرون في الأرقام التي أوردتها وخاصة في ظل الحديث عن موجات جديدة للوباء وكتب بكر عطياني رئيس تحرير صحيفة انديبندت البريطانية توقعت جامعة سنغافورة للتكنولوجيا بناء على بيانات من دول مختلفة أن تنتهي دورة الوباء بحلول أوائل يونيو 2020 هل هذا صحيح؟ لنأمل ذلك يعني يستفهم وكتب عالم الأوباء الأمريكي المعروف لاري بريليان على حسابه في موقع تويتر لا ينتهي الوباء عندما يتم اكتشاف اللقاح بل عندما تبدأ حمل التلقيح عالمية قبل ذلك لا بد من إنشاء أنظمة لتوصيل اللقاحات الخاصة بشلل الأطفال إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها في العالم وقال الدكتور عمار البعداني المكلف من قبل الحكومة الصينية بنشر التوعية حول فيروس كورونا المستجد وقال أنه لا يمكن حاليا تحديد فترة زمنية محددة لنهاية وباء كورونا في العالم وخاصة في ظل الحديث عن موجات جديدة في الصين ودول أخرى وأضاف قبل أن يتفشى الفيروس في بؤر أخرى كإيران ومن ثم أوروبا وأمريكا كنا نتحدث عن فرصة لانتهاء هذه الأزمة بمجرد سيطرة الصين على جميع الحالات المسجلة ولكن بعد تحول أوروبا ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية إلى بؤرتين جديدتين للفيروس فإن السيطرة على الوباء كليا قد تحتاج لأشهر طويلة واستدرك بقوله هناك أرقام إيجابية بالنسبة لحالات الشفاء في بعض الدول الأوروبية خاصة ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا يعني طبعا ذا نسبيا ولكن هل ستلتزم الدول الأوروبية لفترة طويلة بقرارات العزل وسعة النطاق المطبقة حاليا وهل ستلتزم أيضا بقية دول العالم بذلك وهل ستتمكن الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي فيها حوالي مليون إصابة من السيطرة قريبا على الوباء وهل ستتوقف عودة الوباء في ظل الحديث عن موجة جديدة من الإصابات في بعض الدول في ظل عدم موجود لقاح حتى الآن وتابع الدكتور البعداني هذه المعلومات ما زلنا غير قادرين على التكهن بها نتمنى من البشرية أن تتعاون ونحن في أمس الحاجة لهذا التعاون طبعا ضد الفيروس الذي يهاجم البشرية جمعاء دون احترام للحدود ولا الأعراق ونحن في غنى عن تبادل الاتهامات ونشر المعلومات غير الصحيحة حول المسئولية عن من المتسبب في انتشار فيروس كورونا فهي لن تفيدنا كثيرا حسب كلام الدكتور بل ستمنع الباحثين والدول من السيطرة على الوباء وإنقاذ الأرواح وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أخيرا أن فيروس كورونا سيستمر فترة طويلة في العالم كما دعت إلى عدم التسرع في إعادة حركة السفر العالمية محذرة من زيادة تفشي الفيروس في أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية يعني تقريبا كده إحنا بنكون قد نقلنا البشرة للعالم العربي بشكل خاص والعالم الإسلامي بشكل عام وللعالم كله بعد ذلك بأن هذه الجائحة على وشك أن تغادرنا على الأقل لهذا العام حتى يصل العالم إلى لقاح يمكن به أن يوقف هذا الخطر الذي يهدد البشرية ليس في أرواحهم فقط بل يهدد العالم كله في أرزاقهم وفي اقتصاديات العالم التي توشك أن تتهاوى وأن تنهار جميعنا نتمنى زوال هذه الجائحة التي آلمتنا كثيرا والتي منعت المسلمين من مساجدهم ومن صلاة التراويح ومنعت العمر ومنعت الطواف وربما تمنع الحج هذا العام لا شك أن كوارث هذه الجائحة كبيرة نتمنى للجميع السلامة ونتمنى أن توافونا بآرائكم واقتراحاتكم دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر